موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته دقائق اخبارية استهلها بسم الله الرحمن الرحيم بحث اللواء سلطان بن علي العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع السفير الامريكي لدى بلادنا ستيفن فاقين اخر المستجدات وتطورات الاوضاع في الملف اليمني والمساعي المبذولة لحل الازمة اليمنية وانهاء المأساة الانسانية التي سببتها ميليشيا الحوثي الارهابية وجدد اللواء العرادة التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل والمستدام القائم على الثوابت الوطنية والمرجعيات الاساسية لحل الازمة اليمنية المتفق عليها محليا واقليميا ودوليا واكد اللواء العرادة اهمية الدور الامريكي في تعزيز الموقف الدولي لدعم جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وانجاز مساعيهم الرامية لاحلال السلام الشامل والدائم في اليمن وتحقيق تطلعات اليمنيين من جانبه جدد السفير الامريكي موقف بلاده الداعم لوحدة اليمن وسلامة اراضيه حذر المرصد اليمني للألغام من خطورة العبوات الحوثية المموهة على حياة المدنيين بالحديدة وقال المرصد اليمني للألغام في بيان إن جماعة الحوثي قامت بزراعة عبوات مموهة على شكل حجاء محشوة بمواد شديدة الانفجار وتعمل بتقنيات متعددة حيث يمكن أن تنفجر عن طريق الدواسة أو التحكم عن بعد أو عن طريق الكاميرا الحرارية المزودة بها وأوضح المرصد اليمني للألغام أنه بمثل هذه الخدعة تم اصطياد عشرات المدنيين في مناطق مأهولة في الحديدة وفي محافظات أخرى ودع المرصد الحقوقي المواطنين إلى عدم التعامل مع أي أجسام مشبوهة بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي جاسم البدوي تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها الحكومة وثمن بن مبارك دعم الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لمجلس القيادة الرئاسي وتقديره التام لكافة المساعدات التنموية والإغاثية والإنسانية المقدمة من قبل الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي إلى الشعب اليمني من جهته جدد البدوي موقف مجلس التعاون الخليجي الثابت في دعم مجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية وحرصهم على وحدة واستقرار اليمن ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام أعلنت شرطة محافظة تعز مساء أمس مصرع أحد المطلوبين أمنيا وإصابة مدير قسم وعدد من الجنود والمواطنين وسط المدينة وقال مركز الإعلام الأمني إن المطلوب أمنيا المدعو مطيع دماد لقي مصرعه مساء الأربعاء بعد أن أقدم على رمي قنبلة على مدير قسم شرطة الجديري وأفراد القسم في شارع جمال وقال مصدر أمني إن مدير قسم الجديري وخمسة من أفراد القسم أصيبوا جراء الحادثة بالإضافة إلى إصابة اثنين من المدنيين كانوا بالقرب من مكان الحادثة وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية ضبطت خمسة من أفراد العصابة وفرضت طوقا أمنيا على منزل بقية المطلوبين وأكدت شرطة تعز بأنها لن تتهاون في ضبط كل من تسول له نفسه المساسة بالأمن العام قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن ميليشيا الحوثي الإرهابية فجرت أكثر من 700 منزل منذ بداية الصراع في اليمن وأكدت سام في بيان على تويتر بأن ميليشيا الحوثي لا تزال مستمرة في تكرار تفجير منازل المدنيين المخالفين لها نتيجة استمرار سياسة الإفلات من العقاب وأشارت سام إلى تفجير ميليشيا الحوثي الأحد الماضي منزل المواطن عبدالسيف أحمد الواقع في قرية الكدمة بمديرية مقبنة وأوضحت سام أن هذه الجريمة تعد عقابا جماعيا لجميع أفراد الأسرة نساء وأطفالا حيث أصبحوا في العراء إلى مأوالهم وعفادت منظمة سام بأن هذه الجرائم تستوجب تحركا جنائيا عاجلا ضد مرتكبيها وتقديمهم للقضاء الدولي نظير ما اقترفوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية اقتحمت ميليشيا الحوثي الإرهابية يوم أمس مركزا لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة إبوة طردت طلابه منه بالقوة وحولته إلى معسكر صيفي مغلق وقال مصدر حقوقي أن القيادية الحوثي أحمد العصري المعين من قبل ميليشيا الانقلاب اقتحم مسجد التوحيد بحي المعاين شمال مدينة إب عشرات المسلحين وقام بطرد طلاب المركز التحفيظ التابع له وأوضح المصدر بأن المسلحين الحوثيين قاموا بنصب شاشة كبيرة في المسجد وحولوه إلى معسكر صيفي مغلق تابع لميليشيا الانقلاب يستهدف الطلاب الفصل التاسع والثالث الثانوي بشكل خاص بعد استكمال اختبارات الشهادتين الأساسية والثانوية تأتي هذه الإجراءات بعد أسابيع من اقتحام الميليشيا للمسجد وتنصيب خطيب له بدلا عن الخطيب السابق ضمن مساعي الميليشيا للاستيلاء على المساجد وتحويلها إلى منابر للترويج لمشروعها الطائفية صعدت ميليشيا الحوثي الإرهابية من انتهاكاتها ضد سائقي شاحنة النقل الثقيل بمحافظة الحديدة وقال سائقون إن ميليشيا الحوثي منعتهم من نقل البضائع من ميناء الحديدة إلى محافظات أخرى وذلك خدمة لشركات خاصة تتبع قيادات حوثية وأوضح السائقون أن ميليشيا الحوثي احتكرت نقل السلع والبضائع من ميناء الحديدة والصليف على عناصرها فقط ما يهدد بتضرور سائقي الشاحنات وتحولهم إلى أرصفة البطالة والفاقة والفقر والحرمان وكانت مصادر في المؤسسة الاقتصادية اليمنية تحدثت عن نهب ميليشيا الحوثي لأربعمائة شاحنة نقل ثقيل تابعة للمؤسسة وسلمتها لعناصرها لاستخدامها في نقل البضائع للتجار من ميناء الحديدة إلى العاصمة صنعاء وإلى محافظات أخرى بعث الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ عبدالوهاب الآنسي برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عوض بن علي بن محمد العلهي واحد من مشائخ ووجهاء محافظة أبيان بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة المجتمع والوطن وقال الآنسي في تعزية بعث بها إلى شقيق الفقيد الشيخ حسين علي بن محمد ونجه سالم عوض بن علي بأن محافظة أبيان واليمن عموما فقدت شخصية عرفت بالخير واتسمت بالحكمة والحضور الاجتماعي وكان لها بصماتها ودورها بما أسهمت به في إصلاح ذات البين وتقليب المصلحة الوطنية واعتبر الآنسي رحيل الشيخ عوض خسارة كبيرة حيث فقدت المحافظة أبرز الوجاهات والرموز التي لم تتدخر جهدا في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام بحضور قائد اللواء 83 مدفعية العمد الركن عذل الشيبة وقيادات في الجيش والمقاومة وشائخ ووجهاء المنطقة شيع المئات في مريس بمحافظة الضالع جثمان قتيل مصل العيد إبراهيم الصوفي وكان إبراهيم وهو من الوجاهات الاجتماعية بقرية الحنكة في مريس قد قتل صبيحة عيد الفطر المبارك على سجادته برصاص مسلحين ينتمون لذات القرية يرفضون أن تقام صلاة العيد في ذات الموقع المتنازع عليه بين الطرفين ووريا جثمان الصوفي ثرا في مقبرة القرية عقب الصلاة عليه من جموع المشيعين واستئدانة واستنكار واسع من كافة الأوسط الرسمية والشعبية لجريمة القتل وبشاعتها مكانا وزمانا يأتي دفن جثمان الصوفي عقب استكمال التحقيقات الأولية واستيفاء النيابة العامة لملف القضية تمهيدا لتقديم المتهمين في القضية إلى المحكمة كي ينال الجزاء العادل والرادع تشنت مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة في مدينة سيئون مخيمي المحبة والسلام الصيفي الثامن للفتيات بمديرية سيئون بالتنسيق مع إدارة الأنشطة التربوية بالمديرية ويهدف المخيمان إلى إكساب نحو 550 مشاركا على مدى شهر كامل عددا من المهارات الحياتية في مجال الأعمال والخياطة والطباخ والكوافير والحناء والإكسسوارات وكذا التصوير والمنتاج واللغة الإنجليزية وغيرها من المهارات المفيدة الأخرى وأشار مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حظر موت والصحراء أحمد عبدالله باحشوان إلى أهمية هذه البرامج النوعية كونها تسهم في تنمية مهارات الفتيات وتطوير قدراتهن في المجالات المختلفة إلى جانب دورها الفاعل في تعزيز القضايا والقيام النبيلة ونشر المحبة والسلام بين مكونات المجتمع نفذت منظمة مدرسة السلام بمحافظة تعز بازارا لمنتجات وحرف محلية كصناعة المعجنات والبخور وبعضا من الحرف مثل الكوافير والتصوير وغيرها في مدينة التربة يأتي هذا البازار بعد أن تم استهداف 45 امرأة من فئات المجتمع المضيف والمهمشات والنازحات وذوي الاحتياجات الخاصة وتدريبهن لمدة 35 يوما ومن ثم منحهن حقائب مهنية يهدف المشروع إلى تمكين النساء والاعتماد الذاتي لإعالة أسرهن حيث يساعد هذا البازار الذي يستمر لثلاثة أيام من ترويج وتسويق للمنتجات أصدر الدكتور أنور محمد كلشات رئيس جامعة المهرى قرارا بإنشاء كلية التعليم المفتوح بالجامعة وتكليف عميد لها ونص قرار رئيس الجامعة على تكليف الأستاذ الدكتور سالم أحمد جمعان بافطوم للقيام بمهام عميد كلية التعليم المفتوح بالجامعة من جانبه التقت دكتور كلشات رئيس الجامعة بالعميد بافطوم لمناقشة الخطط والرؤى المستقبلية للكلية مؤكدا بأن رئاسة الجامعة ستقدم كافة أنواع الدعم في سبيل إنجاح عمله ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرى عصابة مكونة من أربعة أشخاص من جنسية أفريقية في مديرية الغيظة تعمل في الترويج للمواد المخدرة وأوضح مصدر في إدارة مكافحة المخدرات بأن العصابة مكونة من امرأتين وراجلين وتم ضبط ما يقارب ثلاثة كيلو بحوزتهم من المواد المخدرة وتجري الجهات المعنية إجراءات التحقيق مع العصابة وأضاف المصدر بأن الأجهزة الأمنية تواصل متابعة بقية أفراد العصابة ضمن جهودها لمنع تفشي هذه الظاهرة المهددة للمجتمع دقائقنا الإخبارية انتهت هذا علي عزي يحييكم في رعاية الله موسيقى 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 موسيقى